مساء الخير عليكم في وصفة جديدة من وصفة ديليس نجمة اليوم ان شاء الله كما لكم تشوفوا رح نديروا مع بعض القريوش ووصفة رمضانية بامتياز تقدروا ثانية جهزها لكمل السهرات تعكم والحفلات نقدموها مع الشيء وهي تقليد جزائري رائع شوفوا مع بعض الوصفة كيف يخرج لكم قوة متاع مقرمش وطوب مع لكم غير تجربوا الوصفة اذا كنت جيدة في القناة مع لكم غير تجربوا جام وابوني باش يلحقوك المزيد من الوصفات نبدأ مع بعض في تحضير الوصفة نديروا ربعة كيلات فارينا تحكمي اي كاس يكون عندك ولا اي عبر تعبري به المهم الكيلة اللي تعبري بها يلي تكملي بها كامل المقادر نديروا ربعة فارينا ربعة كيلات فارينا وفي هذه الكيلة نص كيلة وش درنا في ذيك النص النص التاح نديروه سمن والنص الاخر نديروه زيت يعني في نص كيلة هذيك الكيس يبدأ ربع سمن والربع زيت ونديرو ملعقة صغيرة تعمل حكي ما شفتو ولافاني ونديروه نص ملعقة خميرة حلوة من جهة اخرى في نفس الكيس وش ندير نفتح حبه بيض ونزيد لها مزهر حتى نلحق للنصف مش يحتى نعمر الكيس حتى النصف نباتيهم هكا ونفرخهم مع الخليط اللي كان عندي هنا في الكيس نحكمو شوية ما ونديروه الخميرة بتاع الخبز ملعقة على قهوة كما راكم تشوفو نخلطوها مليح ونحطوها دوكوتي بويسكية اللي راحين نخدمو بيها الخالي هنا كما قد لكم ديرو ملعقة حخل ونخلطو كلش بيدينا نحاولو ندخلو هدو كل السمن والزيت مع الفارينا قبل ما نبدأ نفرخ غير بشوي دوك تشوفو نبدأ نفرخ في هاذاك الماء اللي يدرتو مع الخميرة شوفو غير بشوي نبدا نفرخ ونلم حتى نتحصل على عجيناء منسجيمة ما تعجنوهاش حاولو تلموها برك هكذا نغطوها ونخلوها ترتح حوالي نص ساعة منبع وحد لربح ساعة نجبدها ونبدأ نقطعها كعلى ربعة نخدم بهذه بوليت نغطيهم بشمية بسوش ونبدأ نخدمهم نحاول نورقهم بنشا باش نتحصل على هذيك القرمشة ويجيني القريبوش خفيف كما راكم تشوفو نحاول نفتحها هكا بهذا الشكل ونطويها دفوة باش كين نزيد نغلقها على بعضها تشكل لي أربع طباقات شوفو مرة وهكا ساوجة ونطويها عليها تبدأ ولي ربعها كفوق بعضها شوفو كي نفتح بالعكس بالشكل الطولي نتحصل على شكل يقدر يستطيل يعني ولي مستطيل بالجهة العكسية وعلى هذي الشكل تخدمي بالمول بتاع القريبوش اللي يكون عندك إذا ما عندكش تقدري تخدمي بلا كوبات كي ما أنا أنا الطريقة نشوفها غابيد ونكمل بها سيختوك تكون عندي كمية كبيرة شوفي تقدري تخدمي بهذيك الجرية وراء صغيرة تعليقاتو بيان سيخ ديري سبعة ولا ثمانية خطوط تعليح سبتي والشكل تعالقلي ووش اللي تحبي تطوي على زوج وماذا تغلقيله الجوانب وتقلبي بهذاك الشكل نعود لك بطريقة أخرى هاكدا نغلقها نلويها ونخرجها ونعاود نغلق مليكوتي نستفهم بيد ما نكمل هذيك الكمية اللي تكون عندي ومبعدها ننضيرهم في الزيت ونبدأ نقلي فيهم شوفوا الشكل تحهم اللي كليك يتنفخوا قوام بوش نقولك ما عليك غير تجربة أنا نحبهم حمرين كما راكم تشوفوا غننضيرهم في العسل ومبعدها هذي من معسلات بالطبع اللي ما يعرفوهاش نقولهم بلي هذي القاتو أرجغيا لازم يتعسل ونشبحوه بالجلجلان وش نقولكم لحقنا لا فانت على فيديو نتمنى إن شاء الله تجربوا الوصفة وأكيد أكيد أكيد رح نتنجحوا فيها سيوها غير بالكاس كما قلت لكم إذا خفتوا سيو غير في الجلس غير وماذا رجعوا للخبار في التعليقات لحقنا لا فانت على فيديو نقولكم في أمان الله وننسنا في تعليقاتكم وفي التجارب تحكم نخليكم مع السوار نقولكم سلام اشتركوا في القناة